قامت قافلة طبية نظمتها جامعة طنطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت بتوقيع الكشف الطبي بالمجان على 1276 من المواطنين في مركز قطور بمحافظة الغربية وكذلك صرف العلاج فضلا عن تحويل 69 حالة إلى مستشفى طنطة الجامعي لتلقي العلاج هذا ويستهدف تنظيم جامعة طنطة للقوافل لتقديم رعاية طبية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجاً مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة تحت إشراف كودرة طبية متميزة